بيان عاجل من نائب رئيس مباحث أمن الدولة المصرية الأسبق وتصريح في منتهى الأهمية ننشر التفاصيل وتوجيه عاجل وأمر السيسي حول سعر القمح المحلي لتشجيع المزارعين وعاجل الكشف عن سبب ارتفاع سعر اللحمة بشكل مبالغ وقرارات عاجلة من الحكومة قبل شهر رمضان لمحاربة الغلاء وتحديد من الحكومة للمواطنين من الخروج ليلا خلال الساعات المقبلة وعاجل محمد رمضان بيخرج علينا بتصريح مثير للجدل بننشر التفاصيل في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار الجديدة أول بأول عاوزين يوصل ألفين أعجبني أو لايك على هذا الفيديو وقبل ما نبدأ في الأخبار اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر زي ما متعودين في كل فيديو ونبدأ مع بعض في تفاصيل والخبر معنا وبيان عاجل من نائب رئيس مباحث أمن الدولة المصري الأسبق وتصريح في منتهى الأهمية وأكد نائب رئيس مباحث أمن الدولة المصرية الأسبق اللواء خيرت شكري أنه يوميا يخرج علينا الصندوق الأسود لما يحدث في الشرق والتحديات الاقتصادية في الوقت الحالي وقال إن الصندوق الأسود بيخرج علينا بأسرار تكشف حقائق لأحداث وقعت ولم يكن لها تفسير أو خطط تحاك ضد العالم بإرادة كبرى استخدمت فيها كل الآليات التي أوصلت الواقع الذي يعيشه العالم إلى المشهد الحالي الذي نراه الآن وأشر إلى وجوب منشآت كارثية تحت إدارة تابعة لدولة كبرى ولا نعلم ماذا بداخلها يضبر للعالم وتابع لقد اكتشفنا أن العالم كله مفعول به وليس العرب وحدهم فلن أنسى كيف تمكن الوبى من منع مواطني العالم كله من الخروج إلى الشوارع أعد شعوب العالم في بيوتهم وكنا نسأل من الفاعل ونشاهد تبادل الاتهامات بين الشرق والغرب اليوم وبعدما طلع علينا الصندوق الأسود بمعلومات صعبة فعلى الدولة الكبرى توضيح حقيقة ما يحدث وأكد أن اليوم وبعد مرور فترة من الوقت على ما يحدث في الشرق ورفضي لفكرة الغزو أيا كان المسمى أو التوصيف أجد نفسي أن بعد ما يحدث يعني على لسان نائب رئيس مباحث أمن الدولة يقول أنه يعني يميل لموقف الشرق وقال أن إحنا على الأقل أمامنا فرصة كعرب نخرج منها من دائرة المفعول به التي كانت تلازمنا السنين الطويلة الماضية المصدر معنا كان من RT طبعا يعني أنا ما نقلتش الكلام زي ما هو أنا عدلت فيه بعض يعني الكلمات لأن مش كل حاجة يعني تقال أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر وننتقل مع بعض الخبر آخر وتوجيه عاجل وأمر من السيسي حول سعر القمح المحلي لتشجيع المزارعين وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح حافظ توريد إضافي لسعر طن القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة وفق محددات الجهات المختصة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي بأن الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع المسؤولين المعنيين شمل استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراع على مستوى الجمهورية وتم أرض الموقف التنفيذي الخاص ببعض المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح مع قرب موسم الحصاد المحلي وجهود زيادة الانتاج في إطار سياسة الدولة بالتوسع الأفقي في الأراضي الزراعية والتوسع الرأسي في جودة القمح وكميته باستخدام أفضل أنواع البذور ووسائل الرأي الحديث والميكانة الزراعية نصدر معنا كامل اليوم السابع وبوابة أخبار اليوم وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل إذن عرفنا واستفدنا من هذا الخبر أن الرئيس السيسي يعني هيتم وفقا للحكومة إضافة حافز توريد إضافي لسعر الطن وأترك ليكم التعليق ننتهي مع بعض الخبر آخر وعاجلة كشف عن سبب ارتفاع سعر اللحمة بشكل مبالغ فيه أكد رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجينة بوزارة الزراعة في مصر طارق سليمان أن مصر صاحبة أقل سعر للحوم على مستوى العالم وأضاف أن الزيادة في أسعار اللحوم في مصر وصلت إلى 10% فقط ولكن زيادة مدخلات الإنتاج وصلت إلى 40% وبتتحمل الدولة الفرق بين هذه النسب وضح أن زيادة الأسعار جشع من الطجار سليمان أضاف خلال مدخلة هاتفية في برنامج الحياة أن المجمعات الاستهلاكية لا تنافس القطاع الخاص ولكن تقدم سعرا أقل يستطيع المواطن تحملها مؤكدا أن المجمعات تبيع اللحوم ب140 جنيه وبعض الأشخاص يخزنون المنتجات والسلع ما يؤدي إلى زيادة الأسعار وأكد رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجينة بوزارة الزراعة أن هناك تحسينا وراثيا لسلالات الأبقار على المدى البعيد والقريب بحسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ويتم استيراد سلالات تم بمعدل 10% عن المعدلات المحلية وأشار رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجينة بوزارة الزراعة إلى أن صغار المربين يمتلكون نحو 80% من السلالات المسؤولة عن إنتاج الألبان ويتم استيراد أنواع تناسبهم ولا تحتاج متخصصين لتربيتهم مؤكدا أن وزارة الزراعة تعمل على تمصيل سلالات المستوردة من خلال التهجين بين سلالات في مصر سلالات العالية الإنتاجية المستوردة من خارج مصر المصدر معانا كان من RT وأترك لحضرككم التعليق على هذا الخبر بمناسبة رمضان وهذا الشهر الفضيل قرارات عاجلة من الحكومة قبل شهر رمضان لمحاربة الغلاء اتخذت محافظة قاهرة في مصر مجموعة من الإجراءات لمحاربة الغلاء والحد من الاحتكار ومنهي استغلال المواطنين من بعض الطجار ومواجهة أزمة ارتفاع الأسعار وأصدر محافظة قاهرة عدة توجيهات لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمواجهة ما يحدث حاليا لضبط الأسواق قبل دخول شهر رمضان ومنع أي تجاوزات واتخذت المحافظة قرارا بإحكام الرقابة على الأسواق والتنسيق المتواصل مع مديرية التموين وجهات الرقابية المختصة وتلقي شكاوي المواطنين وتفعيل آليات التواصل معهم فيما يتعلق بأعمال البيع والشراء في الأسواق بالإضافة إلى العمل على زيادة معدلات التوعية لمنع استغلال المواطنين ودعم وتشجيع أي مبادرة مجتمعية من الجمعيات ورجال الأعمال لتوفير السلع بأسعار مخفضة وتجديد الرقابة والحملات المستمرة على الأسواق والتصدي لحجب أو احتكار السلع ومنع المغالاة في الأسعار واتخاذ كل ما يلزم من الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ومن يحاول التلاعب بالسلع والأسعار وضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين في الأسواق ومتابعة توافرها كما قررت المحافظة التوسع في إقامة معارض أهلا رمضان بالأحياء بقاهرة لتوفير السلع التموينية والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة والعمل على تقديم عروض مميزة للمواطنين لتخفيف العب عنهم بالإضافة إلى تشجيع إقامة المعارض الثابتة والمتحركة ومنافذ البيع والشوادر بالأحياء لخطبة المواطنين ومواجهة أي عمليات احتكار للسلع التموينية ومنها السكر والزيوت والسمن والفول واللحوم وطالبت المحافظة بضرورة محاربة السوق السوداء وتصدي لأي محاولات لتحقيق أرباح على حساب المواطنين كما أكدت أنه لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية ورفع الأسعار لتحقيق مكاسب غير مشروع المصدر معانا كان من الوطن وهذه هي تحركات الدولة للحفاظ على الأسعار ومش المحافظة على الأسعار بس لأ محاولة تقديم السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وأترك لحضرككم التعليق على هذا القبر ننتهل مع بعض الخبر آخر وتحذيل من الحكومة للمواطنين من الخروج ليلا خلال الساعات المقبلة حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر المواطنين من الخروج من المنازل خلال الساعات المقبلة بسبب انخفاض درجات الحرارة إلى أدنى مستوى لها ووفقا للهيئة حيث تسجل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى هي عشر درجات مئوية فقط ووفقا لما نشير على موقع التواصل الاجتماعي قال تاية الأرصاد أن المواطنين الآن على موعد مع ليلا شديدة البرودة على كل الأرحاء أضفت أن هناك ظواهر جوية تتعرض لها البلاد حيث تنشط الرياح على معظم المناطق ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس حيث تصل درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى عشر درجات مئوية ووفقا خبراء الهيئة العامة للأرصاد فإن البلاد تشهد حاليا أجواء شتوية باردة على معظم الأرحاء بسبب نشاط رياح شمالية قادمة من أوروبا وأضاف خبراء الأرصاد أن حالة الطقس خلال الساعات النهار تكون باردة على كل الأرحاء شديدة البرودة ليلا كما تتكاثر السحب المتوسطة على السواحل الشمالية بيصاحبها سقوط الأمطار على فترات متقطعة وتوقع الخبراء مزيدا من الانخفاض في درجات الحرارة تشهدها العديد من المناطق الشمالية خلال الأيام المقبلة المصدر معانا كان من صحيفة الوطن المصرية وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر منتر مع بعض الخبر يعني مثير معانا ومحمد رمضان يخرج علينا تصريح مثير للجدل ونشر الفنان المصري محمد رمضان فيديو جديدا على انستجرام يحتوي على مشاهد من تصريحات سابقة له يوضح فيه بأنه استطاع خلال فترة قصيرة أن يكون الفنان الأعلى أجرم في مصر والوطن العربي وأشر رمضان في الفيديو إلى أنه لا يحب البخل وأن على الإنسان أن يفعل ما يجده مناسبا في الحياة وأرفق رمضان الفيديو بجملة الشهيرة التي يقوم بكتابتها على أي منشور يوثق فيه نجاحاته ثقة في الله نجاح وكان رمضان قد احتفل بوصول عدد متابعيه على انستجرام إلى 20 مليونا منذ يومين شاكرا متابعيه على جميع منصات التواصل الاجتماعي ويشارك الفنان محمد رمضان في يومياته على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة سورا من مسلسل مشوار المقرر عرضه في رمضان القادم حيث قام بنشر الصورة الإعلانية للعمل التلفزيوني حيث يلعب رمضان دور البطولة في المسلسل مع الفنانة المصرية دينا الشربيني المصدر معنا كان من RT وإنستجرام وأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل ننتقل مع بعض الخبر أخير وصار معانا وقوميها للأنفاق بتكشف موعد تشغيل أولى مراحل القطار الكهربائي السلام العاصمة الإدارية أعلنت الهيئة القومية للأنفاق أنها قررت بدء تشغيل المراحل الأولى من مشروع قطار الكهربائي السلام العاصمة الإدارية العاشر من رمضان خلال أيام وتمتد هذه المرحلة طول 70 كم وتشمل عدد 12 محطة وتتواصل حاليا أعمال الاختبارات والتجارب بالمشروع استكمال الأعمال المتبقية بالمحطات ونظم الإشارات لحين بدء التشغيل حيث ستربط الوصلة التي سيتم بتشغيلها القاصمة الإدارية بالقاهرة وشبكة مترو أنفاق قاهرة وستكون الشركة الفرنسية RETB مسؤولة عن إدارة المشروع وتشغيله لمدة 15 سنة دون أن تتدخل في تحديد سعر التذكرة على أن تحصل الشركة الفرنسية على مقابل مادي منتفق عليه مقابل الإدارة والصيانة على دفعات شهرية ولا يشمل هذا المقابل قيمة قطع الغيارة التي تتطلبها أعمال الصيانة حيث أنه يشمل أعمال الصيانة الدورية اليومية فقط التي تسبق رحلات القطارات اليومية المصدر معانا كامل صحيفة الموجس طبعا يعني بما أني من سكان مدينة العاشر من رمضان فأنا منتظر يعني بدء تشغيل هذا القطار يعني هيربط العاصمة الإدارية بالقاهرة وطبعا زي ما حضراتكم عارفين المدن اللي على طريق مصر إسماعيلية شروق العبور وكل هذه المدن سيتم رابطها بهذه الشبكة ونتمنى التوفيق إن شاء الله لهذا المشروع وجينا مع بعض لنهاية ناشرة الأخبار أتمنى أكون خفيفة على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحاتكم مصر ميديو آي إي بي على الفيسبوك وعلي يوتيوب بنفس الاسم إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته